لانه طبعا زي ما حضرتك عارف ان مريض السمن ده مرض فاحنا بنتعامل معاك انه مريض خالص فانا افترض مثلا حضرتك جايلي في العيادة بتبقى عادة حالتك النفسية سيئة شوية لانه عادة المريض السمن المفروطة بيكون جرب قبل كده يعبر رجيم وينزل ويرجع تاني وينزل ويرجع تاني فبيبقى بالنسبة لك راحات السمنة دي هي الحل الجزري هو جاي عايز يتخلص من الموضوع ده بشكل تام فاول حاجة بنقعد معايا ونشوف هل هو فعلا كنددت لجراحة السمنة المفروطة ولا هو ما ينفعش يامل جراحة السمنة المفروطة بنحسب له حاجة اسمها البوضي ماس اندكس او معدل كتلة الوزن بنقسم وزنه على مربع الطول بالمتر يعني لو هو طوله مثلا مية وسبعين سنتي يعني متر وسبع من عشرة فبندرب واحد وسبع من عشرة في واحد وسبع من عشرة طلع مثلا كام تلاتة ده اسمه مربع الطول بالمتر وبنقسم وزنه على التلاتة دي وزنه مثلا مية وعشرين مية وعشرين على تلاتة يبقى ايه؟ أربعين ده اسمه معدل كتلة الجسم المفروض معدل كتلة الجسم يبقى أقصى حاجة خمسة وعشرين حصل الاسمة ده يكون خمسة وعشرين لو لقينا ان حصل الاسمة ده طلع رقم من خمسة وعشرين لثلاتين بقى بنقوله انت اوفرويت انت وزنك عالي شوية بس ما ينفعش تعمل جراحة سمنة انت بس حسن انك انت تعمل تكمل في الدايت والإكسرسايز عشان ما تخشش في مرحلة السمنة المفترة اما لو لقينا حصل الاسمة دي اللي هو معدل كتلة الجسم ازيد من 30 خصوصا اذا كان مصاحبه امراض زي الضغط وزي السكر وزي الكوليسترول وزي وزي في الحالة دي بنقوله اه انت ينفع معاك تعمل ايه جراحة من جراحات السمنة المفترة وبييجي طبعا السؤال اللي هو بيشغل بال الناس كلها وبيشغل بال المرضى طب اعمل آني عملية يا دكتور انا ليه واحد قريب يعمل تكميم ما ده ورجع في الوزن تاني وليه واحد مش عارف عمل تحويل مصار فهو بيبقى متلخبط مش عارف آني عملية بعد ده بناخد منه الميديكال هستوري بتاع نشوف عنده ضغط عنده سكر بنبتدي نناقش معاه العمليات الايه المختلفة وبنقوله زي ما العالم كله ماشي ان دي كلها مدارس يعني انت لما تروح امريكا ما بتعملش غير تحويل مصار المصار انت مهما كان عندك سكر ما عندكش سكر هما بيقولك لا نعمل تحويل مصار المصار فيه سنترز تانية بتعمل تحويل مصار كلاسيكي فيه سنترز تالتة بتعمل سليف او اللي هو تكميم المعدة فيه نمرة اربعة اللي هو حلقة المعدة او اللاب باند بالمنزار هما دول الاربع عملية الحياة المعتمدين على مستوى العالم بنشرح له الكلام اشتركوا في القناة